دايماً في كل البطولات المتاح محلياً وإخليمياً ودولياً بيشارك في كاس عالم الأندية بيشارك في دوري أبطال إفريقيا بيشارك في دوري محلي كاس محلي ما عند البطولات بقى اللي عايز أقوله لك أن برضو من الحاجات اللافتة للانتباه جمهور النادي الأهلي مهما كان النادي الأهلي جاي من البطولات المشارك فيها محمل بص مع ذكيمة ميداليات وكؤوس ودروع إلى آخره لكن كل كوم عند جمهور النادي الأهلي وبطولة الدوري كوم طبعاً لها خصوصية شديدة وليها معزة شديدة ممكن أن ان شاء الله واخد كاس العالم الأندية بس داع منك الدوري لأي سبب في عكنانة عند الجمهور إيه السر؟ دايماً احنا في مصر من زمان يعني يمكن كان في بطولة دوري وبطولة كاس حتى قبل إفريقيا ما كانش على في بطولة دوري وبطولة كاس معروف إن بطولة الدوري دي يعني بتاعت الكبار ليه لأنها مسابقة ممتدة في الموسم كله ومش نكاوت زي الكاس ممكن الصدفة مش كويس تخسر بطولة يعني بطولة الدوري حتى في العالم كله الدوري غير الكاس بطولات إفريقيا أو أوروبا اللي بتخشها عن طريق الدوري غير البطولات الكمفدرالية والحاجات التانية فهو الدوري هو الأساس لأنه هو مشوار كبير طول الموسم والنادي الأهلي طبعا أكثر نادي حصل على بطولة الدوري عمل إنجازات كبيرة فيها فهو عايز يكمل مش عايز البطولة الأساسية في مصر يبقى أنا لأ منفعش منفعش أنا دايما بخش على الأساس وبعد كده خش على الفرعيات يعني مش معالا أخد الكاس وأطنش بقى الدوري ما هو النادي الأهلي زي بطولات 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 يعني صحيح أنا عايز أروح لمنتخب شوية نروح لمنتخب المنتخب سوف وار إحنا العيدنا ماتش غينية وماتش ودي جنوب السودان الوديات على فكرة بتبقى مهمة جدا إن أنت بتدي فرصة بتعمل إتاحة لي برضو اكتشاف مش حول المواهب على قد إعطاء فرصة لإثبات الذات بشكل كبير وده برضو عطاق فيتوريا مركز عليه جدا الفترة دي أنا عايز أسمع منك يعني رؤيتك لأداء المنتخب تحت قيادة روي فيتوريا طبعا اللي إحنا كنا فيه السنة اللي فاتت ده الشيء غير مسبوق ولا نتمنى أنه يعود مرة تانية أو يعاد مرة تانية لكن أنا فرصي تحت قيادة روي فيتوريا مع العقد اللي بيدي لحد ما استقرار مش حاجة اسمها مطش وحش أو مطشين وحشين فأنا هغير المدير الفني مش الكلام ده خلاص كلام ده انتهى تفتكري فاكر حضرتك أنا أفتكر لا 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 هقول لحضرتك على حاجة ليه أنا بقول كده أولا لما تم اختيار مدير فني هو دم الحديث عن هذه النقاط قالك أنا مش مستعد أقرر تاني المشهد اللي حصل مع كابتن حسام البدري ومع كابتن نهاب جلال المشهد اللي أحزن جميع المصريين قيادات وجامهير وعطلنا الحياة فترة عطلنا وأثر على المنتخب وإلى آخره ونتمنى تاني زي ما كنت أقول ألا يعاد مرة تانية ده أسائل شكل كرة القدم المصرية 100% أتفق 100% فأنا أعتقد أن الوضع لأ من ناحية المدير الفني مش هيكون فيه نفس المشهد مرة تانية ولكن من نسبة للمنتخب ليه بيقال البعض أن عندك اللعيبة اللي هي المحترفة اللعيبة العالمية بتاعتك لا تؤدي يعني كان فيه كده قريت أرتكل مكتوبة هي أرتكل فيها نوع من الهجوم اللي ما عجبنيش بس قيلك كده بالضبط قالك هو أنت مثلا ليه رايح بتقول صلاح إدى للمنتخب صلاح لم يحقق شيء للمنتخب دقيل تمام البعض بيقيس يعني أنا مليش دعوة هو محقق إيه بره بلدي أنا عايز أعرف مع منتخب بلدي هو بيحقق لي إيه فعشان كده تم انتقاط بعض اللعيبة إن لم يكن كلهم يعني العالميين عندنا في المنتخب رأي حضرتك إيه في هذا الكلام؟ أنا رأيي طبعا الكلام ده غلط جدا اللعيبة دي حققت حاجات طبعا بره في عندها وخصوان طبعا صلاح يعني أحيانا في رئة الكورة مش متوقفش على اللعيبة واحد مش هو الأساس هي مجموعة ومش بس مجموعة مجموعة ملعيبة نظام موجود في الاتحاد الكورة ونظام موجود في المنتخب ونظام إدارة المنتخبات مفيش واحد هاجي كده من بره عشان هو متقلق بره طب هو الراجل متقلق بره عشان في منظومة كبيرة بره وفيه هارموني مع فريق يعيش معاه تقريبا وفيه نظام وفيه موعيد وفيه كذا وفيه تدريب وإنما ما يجي خش بقى في حاجة فيها أنا آسف يعني خلل شفناه السنين اللي فاتت لازم بيبقى الوضع كده فهنجي احنا نسيب ده كله ونمسك بقى اللعيب المحترف بيقدي بره صلاح شفته في ليفربول بيعمله خلل ده ما نشتغلش على إصلاحه يعني ليه ما يكونش فيه فترة فترة تجانس كامية كافية ما بين اللعيبة اللي جاية من بره وبين بقية العناصر الموجودة في المنتخب هقول لك حاجة كريمة الفترة اللي فاتت احنا شايفين نتائجها خلال الأوان الأخيرة فشل في المنتخبات كلها ونتائج وحشة جدا جدا على مستوى الناشئين وبالتالي حيبقى على مستوى الفرقة الكبيرة لأن الناشئين اللي هما الشباب والناشئين دول هما قوام للمنتخب الكبير فانت كان عندك خلال فترة اللي فاتت عدم انتظام في الهيئة أو المؤسسة اللي مسكة كورة في مصر لجان 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 كل واحد يفكره كل لجنة تيجي تقول اللجنة اللي قبلي معها كذا كذا واللي بعده يجي فالقصة دي ما تديش استقرار ما تديش خطة لمدة خمس سنين أنا ببتدي فيها النهاردة وبسعليها أن أنا أعملها لأ ده كل واحد بيجي بفكر معين أنا جبت كريم النهاردة حيمسك منتخب مصر اللجنة اللي بعده جات لا كريم ده ما بص يا عمد أتغلب المطش ما يمشي هات فلان حسام البادري طيب اللي بعده يجي لا ده ويشيل وعليه يشيل كمان مدربين المنتخبات اللي هما ما فيش كرة ما فيهاش من يوم وليلة كرة فيها مدى ما احنا بدأنا بقى لسه نهاردة بتقول خلاص الراجل جي وعمل عقد وخلاص وخد بقى صلاحية ان هو يعمل لغاية كلاس عالم ستة وعشرين والحقيقة الراجل ماشي انا شافه بخطة سابتة يعني فيه بعض الناس بتاعتب عليه في حتة او يعني على المنظومة نفسها انهم عايزين بقى فرق اقوى شوية عشان نشوف احنا وقفين فين من الفرق دي وده مش كلام منطقي برضو كلام منطقي طبعا بس يمكن هو الراجل هو طبعا لغا دلوقتي بحق العالمة كاملة في النتاج المباراية هو يمكن يعني مثلا انا مضيب ناسكو تقعد مستق من المباراة الاخيرة بتاع جنوب السودان محترامي ليهم يعني ان فيش خبرات ما فيه يعني يمكن تقسيمك هتتبقى اقوى من كده بس هو يمكن عمل دي عشان حاطت في دماغه ان كان فيه ماتش قبلها بلاعب فيه العناصر الاساسية وعايز يشوف مجموعة من اللعيبة كتير يعني هو حط الفرقة كلها في ماتش جنوب السودان عشان انا عارف ان هو او متوقع ان هو عايز ينزل بمتوسط الاعمار بتاع اللعيبة تحسبا بقى لان انت بتكلم على ستة وعشرين هو بيجاوب على تساؤلات الناس على الاسئلة اللي بتتبادل الازهاء الناس كتير وخصوصا الاسئلة اللي تبدو منطقية منها من عينة اللي هتك بتتكلم عليه اللي هو قوة الفرق اللي انت بتلعب معها ماتشات ودية عشان ده المحاول